طيب نبدأ بالزمالك والجونة وبعدك أن نروح للأهل والبرامن جاء رأيكم يلا بينا الزمالك والجونة النهاردة إيه رأيك الجهوري الزمالك بدأ يتحسن يتحسس وضعه الطبيعي ما قدرش أقول إنه هو كان كويس النهاردة بس هالأمور اسمها مكسب مكسب في القرى ده أهم حاجة في الدنيا حتى لو فيه أخطاء بتعالج صح النهاردة أنا كنت يعني لو في ظروف طبيعية كنت هتبقى مدقي جد يعني أنا لو أنا زمالكاوي أو لو أنا ما كان مشجع الزمالك هتكلم هبقى بأن أنا متضايق جدا فعلا أداء الشوت تاني خصوصا فيه مشكلة كبيرة قوي الفكرة نفسها كريم إن لازم وإنت بتبقى كذبان المفروض إن أنت كإدارة فنية تطلع على الأخطاء صح النهاردة عشان جمهور الزمالك ببقى الزعلام مننا أنا هتكلم على حتتين اللي كان فيهم هنتكلم عليهم طبعا ممكن أعطعك معلش عشان أن نبقى نتكلم بصراحة هو جمهور الزمالك مش جايزة على جمهور أهليزة ولا حاجة أنت بتتكلم كورة ده واحد اتنين طبعا خلينا منطقيين الزمالك ما كانش جاية في مباراة فيوتشر ما كانش جاية في مباراة النهاردة قدام الجورة ما كانش جاية ده أقصد بيها إن هو الزمالك بالتوقعات بالتشكيلة وخلافها بس ست نقاط لكابتن قسامة نبيه في مرحلة انتقالية وسيارة هو نجاح فمبدئين كده هو نجاح طبعا الشكل الفني ده ما انت بازت تتكلم على المميزات والأخطاء اللي مفهودي عالجها جوزفالدو فريرا في المباراة اللي جاية ايه هي بقى الأخطاء اللي مفهودي عالجها جوزفالدو فريرا ما هي دي بقى الفكرة هي انت قلت انت قلت جملة حلوة قوي الأخطاء اللي هيعالجها فريرا صح طيب أولا انت مطشين بتوع كابتن قسامة نبيه تعمل فنية مش هوقت كلم فنية تعمل معنويا مع التو جيمز او التسعين ديئة هنا و التسعين ديئة هنا كويس جدا انت فرقة عاملة ران ما بتكسبش بقالها كتير جدا اللعيبة دخلت مرحلة الشك مع الجمهور صح فانت قدرت ان انت تخرج على النقط يعني العلامة الكاملة بالظبط كده المشاكل اللي عندك دي مش هتتحل في يوم وليلة بكابتن قسامة نبيه ولا فريرا لما هيجي هو معهوش عصايا سحرية في علم الكور انت عشان اللعيبة تبتدي تاخد الشغل بتاع المدرب محتاجة من ستين لتسعين يوم عشان يحفظ الشغل ده احنا هنتكلم عن فريرا اكتر بس انا عايز اقولك حاجة كريمة عشان جمهور الزمانك برده يربطها الولاية الاولى مروان لما كان فريرا موجود كان عنده المساحة كريمة واللكجيريس الوقت اللي قدر ان هو يشتغل فيه مع الفرقة كان ازاي احداث الدفاع الجوي وقفت الدوري فكان فيه خمسة واربعين يوم قدر ان هو يعمل فترة اعداد فاللعيبة شربت الفكر بتاعه وقدر ان هو يشتغل كويس جدا مع الفرقة لما الدوري رجع الظروف دلوقتي مختلفة انت الرتم بتاع المباريات هتفتلع بتاعه اربع مباريات فهو هيكمل بنفس الطريقة هيعدل شوية حاجات مع الوقت الفرقة هتبتلي تتحسن اشتركوا في القناة